إنما أنا عندي تأرير لنقيدنا الرياضي وإستاذ جمال الزهيري عاوزي بعتلك رسالة وهنرد عليه بعد كده فاضل اليوم بداية طبعا كابتن فاتحي نقدر نقول إنه هو واحد من جيل عظيم في النادي الآلي عمل كتير لكرة القدم وساهم في بناء اسم النادي الآلي على مدار الأجيال والنادي الآلي على طول عنده أجيال متعقبة لكن ده الجيل اللي احنا بنقول عليه الجيل اللي كان بيدربه المدرب المجري الشهير جدا اللي هو اسمه الغاية دلوقتي موجود مستر ديكوتي وكابتن فاتحي بدأ علاقته بالنادي الآلي وهو عنده تسع سنين تقريبا وكان متواجد على طول في النادي الآلي نظرا لإن والده كان مدرب من المدربين المعروفين في التنس فكان لازم يبقى وحب إنه يتواجد مع والده على طول ودخل اختبارات النشئين ونجح وتم تصعيده بقى بعد كده للفريق الأول لكرة القدم في عصر هديكوتي تقريبا كان سنة 71 خلال هذه المدة كان الجيل اللي موجود هو جيل كابتن حسن حمدي كابتن الخطيب مصطفى عبدو كابتن مصطفى عبدو طبعا مقدرش كابتن مصطفى عبدو كابتن مختار والجيل ده عمل بطولات كبيرة جدا للنادي الآلي كابتن فاتحي مبروك كان نقدر نقول هو الدراع اليمين لكابتن محمود الجهري اشتغل معاه أولا لما كابتن جاري تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الآلي وقدر يفوز مع النادي الآلي بأول بطولة دوري أبطال أفريقيا سنة 82 وبعد كده عارفة لما بيبقى فيه كيميا بين الجهاز الفني بقى كابتن جاري معتمد على كابتن فاتحي مبروك جدا وخده معاه لما تولى تدريب منتخب مصر كابتن فاتحي طبعا يعني هو مسؤول عن إدارة المواهب حاليا في النادي الآلي وقبل كده كان مسك قطاع الناشئين وأنا بقوله شكرا طبعا على كل المشوار الرائع اللي انت قدمته مع النادي الآلي ومع منتخب مصر وبقوله إحنا يعني كصحافة أو كإعلام بنعتبر ذاكرة البلد ذاكرة الأمة فأنا بقوله إحنا بنشهد لك بأنك مدرب محترم وشخص أكثر احتراما وبالتوفيق دايما وفي أي مكان انت بتشتغل فيه بتنور لا جيم حبيبي قال كلام جميل جدا قال كلام واقعي قال كلام برضو أنا بلعب وحياتي كلعيب وحياتي كمدرب وقال حاجة يا كابتن مصطفى مهمة جدا يعني ما يجي النهاردة واحد جمال الزهيرة طبعا رجل طعفي معروف رجل من الناس اللي دائما بتناصر ودائما تتشجع المدرب المصري قال لك إن الكابتن فاتح مبوك فأي موقع في النادي الآلي بتقولها بينجح فيه الحمد لله ودي سمة الحمد لله طبعا طبعا وبشكر طبعا جيمي على الكلام الجميل اللي قاله دايما